اشتركوا في القناة ومعرفة دقيقة لواقع النشيد حتى يكون الحكم صائباً وصحيحاً ولا بد لكي نقف على حقيقة النشيد وأحكامه أن ندرك جملة من الأمور التي هي بمثابة المقدمات لهذا الموضوع أولاً ما هو النشيد وما هي حقيقته النشيد في لغة العرب رفع الصوت كما في القاموس المحيط قال الخليل بن أحمد الفراهيد رحمه الله والنشيد الشعر المتناشد بين القوم ينشده بعضهم بعضاً إنشاداً كتاب العين وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن حرم مكة قال ولا تحل لقطتها إلا لمنشد يعني يرفع الصوت بالإعلان عن المفقودات والمنشد المعرف الذي يرفع صوته بالتعريف فيسمى منشداً ومن هذا إنشاد الشعر إنما هو رفع الصوت بالشعر فقط النشيد في اللغة الإنشاد والمنشد من رفع صوته بالشعر فقط لسان العرب ومن ذلك إطلاقوا على رفع الصوت بالشعر أي إطلاقوا على رفع الصوت بالشعر ما جاء أن عمر مر بحسان وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال حسان قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك رواه البخاري المسلم وأبو داود واللفظ له ومعنى ينشد في المسجد يعني يرفع صوته بالشعر ولذلك فإن النشيد المعروف اليوم ليس هو النشيد الذي كان عند العرب قطعاً ولا الذي كان يعرفه الصحابة قطعاً لأن النشيد عندهم كان رفع الصوت بالشعر بس إلقاء عادياً أما نشيد اليوم فهو ملحن موزون فهو إذن يتجه جهة الغناء وليس مجرد شعر يلقى ثانياً ما هو الغناء وما هي حقيقته وما هو حكمه الغناء عند العرب رفع الصوت بالكلام الملحن على وجه التطريب وفي القاموس المحيط الغناء من الصوت ما طُرِّب به وفي لسان العرب وكل من رفع صوته ووالاه فصوته عند العرب غناء فأشعار العرب الموزونة إذا تم إلقاؤها ملحنة مطرَّبة مع رفع الصوت فهي غناء إذن هذا تعريف الغناء عند العرب إلقاء الشعر ملحناً مطرَّباً هذا اسم غناء قال أبو الطيب الطبر من الشافعية وإنما يكون الشعر غناءً إن لحن وصيغ صيغةً تورث الطربة وتزعج القلب فأما الشعر من غير تلحين فهو كلام كما قال الشافعي الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح ابن رجب في نزهة الأسماع إذن النشيد الموجود اليوم هو غناء قطعاً لكن يوجد أغاني مباحة يوجد غناء مباحة فمن قال إن النشيد اليوم هو النشيد الذي تعرفه العرب فلا يعرفه شيئاً يعني لغة العرب هو جاهل بها النشيد الموجود اليوم لأنه ملحن فهو غناء إذن اسمه في لغة العرب غناء الأنشيد الموجودة في الأشرطة اليوم المسموعة في الشبكات في الإذاعات في القنوات هي أغاني هو غناء داخل في فصيلة الغناء هذا قطعاً هذا شيء مفروغ منه من الناحية اللغوية لكن قد يوجد غناء مباح كما هو غناء النساء في الأعراس بالكلمات الطيبة المباحة فنريد أن نتعرف على هذا الغناء الذي يسمى نشيداً اليوم ما حكمه يمكن أن نقسم الغناء إلى ثلاثة أقسام محرم بالاتفاق ومباح بالاتفاق ومختلف فيه فالقسم الأول من الغناء وهو المحرم بالاتفاق إلقاءاً أداءاً وسماعاً واستماعاً منه من أمثلته أولاً الغناء الذي يؤدي إلى افتتان وهيجان شهوة لأن الله تعالى نهى عن الزنا وأسبابه وهذا الغناء بريد الزنا ثانياً الغناء الذي يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة فيسبب غفلة عن ذكر الله أو ترك واجب فهذا حرام لأن كل ما صد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو حرام ثالثاً الغناء المجتمل على الكلمات المنكرة والفاحشة من ذكر مفاتن النساء والعلاقات المحرمة بين الرجل والمرأة كذلك رابعاً غناء المرأة الأجنبية بحضرة الرجال فهذا حرام حتى لو كان بغير موسيقى وبدون آلات موسيقية فهو حرام لأن الفتنة فيه واضحة غناء المرأة الأجنبية عند الرجال قال الحافظ برجب رحمه الله في كتابه نزهة الأسماع والمراد بالغناء المحرم ما كان من الشعر الرقيق الذي فيه تشبيب بالنساء ونحوه مما توصف فيه محاسن من تهيج الطباع بسماع وصف محاسنه فهذا هو الغناء المنهي وعنو بذلك فسره الإمام أحمد وإسحاق بالراهوية وغيرهما من الأئمة وبعض الأنشيد اليوم فيها تغزل بالمحبوب ووصفه وشكله وعشقه يعني هي أناشيد يسمونها أناشيد طبعا هي أغاني غزلية فهذه لا تجوز لأنها تؤدي إلى هيجان الشهوة والعشق والوقوع في الفاحشة لا شك هذه التي فيها ذكر المحبوب وشكل المحبوب أوصاف المحبوب والتغزل بالمحبوب والتعلق بالمحبوب وعشق المحبوب هذه ولو ما فيها موسيقى فهي من قسم الغناء المحرم ويوجد في عالم الأناشيد اليوم من هذا النوع وبعضها موجودة بالأشعار الشعبية وهذا الغناء الذي وردت الأثار عن السلف بتحريمه وأنه له الحديث كما صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما قال ابن رجب لما فتحت بلاد فارس والروم ظهر للصحابة ما كان أهل فارس والروم قد اعتادوه من الغناء شوف كلام الرجب ظهر للصحابة ما كان أهل فارس والروم الكفار اعتادوه من الغناء الملحن بالإيقاعات الموزونة على طريقة الموسيقى على طريقة الموسيقى بالأشعار التي توصف فيها المحرمات من الخمور والصور الجميلة المثيرة للهوى الكامن في النفس بآلات اللهو المطلبة المخرج السماع وعن الاعتدال فحينئذ أنكرت صحابة الغناء واستماعه ونهوا عنه وغلضوا فيه حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة فتح البارل بالرجب فهذا الغناء يثير ما كمن في النفوس من حب الشهوات والصور الجميلة ويشوق إليها وهو كما قال ابن القيم رحمه الله رقية الزنا ومنبة النفاق وشرك الشيطان وخمرة العقل وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه إغاثة اللهفان طبعا هذا مشاهد الآن في عالم الغناء القسم الثاني الذي لا خلاف بين العلماء في جواز التغني به والاستماع إليه وهو الذي كانت تعرفه العرب مما يسمى بالحداء والنصب والحداء بضم الحاء وأيضا كسرها هو غناء المسافر للإبل ليساعدها على السير قال الأزهري الحداء ما ينشده الحادي خلف الإبل من رجز وشعر وغيره كتاب الزاهر فلما كانت قوافل الإبل تقطع مسافات طويلة في أسفارها شمالا جنوبا شرقا وغربا في أجواء مختلفة لجأ رواد القوافل لأن يكون من بينهم حدات الإبل وهم أولئك الذين يغنون للإبل لحثها على السير وطرد التعب والملل عنها ويروى أن مضر بن نزار خرج في طلب مال له فوجد غلامه قد تفرقت عليه إبله فضربه بالعصى على يده فأوجعه فعد الغلام في الوادي وهو يصيح ويداه ويداه فسمعت الإبل صوته فعطفت عليه واجتمعت فقال مضر لو اشتق من هذا الكلام مثل هذا لكان كلاما تجتمي عليه الإبل فاشتق الحداء من ذلك غذاء الألباب فهذا الحداء وهو نوع من الغناء لا شك في إباحته ولا إشكال فلم يزل الحداء بالإبل وراء الجمال من عادة العرب في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان الصحابة قال ابن عبدالبر فهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء إذا كان الشعر سالما من الفحش والخناء بالتمهيد قال سلم بن الأكوع رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر يا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك يعني الأراجيز القصار وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما أبقينا وثبت الأقدام إن لقينا وألقي سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق يعني الذي يسوق الإبل ويحدوه قالوا عامر بن أكوع قال يرحمه الله عرفوا من كلمة يرحمه الله أن الرجل مقتول في المعركة والحديث رواه البخاري ومسلم ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم و الحكة ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم